مرة أخرى أهلاً بحضرتكم جميعاً في هذه الحلقة من كازان العاصمة التتريه حيث يجتمع القادة لتجمع بريكس ومعي في هذه الفقرة الدكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية دكتور ماجد أهلاً وسهلاً بحضرتكم سهلاً يعني كيف قرأت الأجواء في اليوم الأول لتجمع بريكس بعد توسعة وإضافة دول جديدة كيف قرأت المشهد في هذا الظرف العالمي الدقيق أولاً خليناً يبدأ بعبارة متفائلة أطلقها لإكساندر دوجين بالأمس خلق قمة قازان رائعة إلى درجة أنها لا تحتاج إلى أي تعليق لكن من حق الناس تعرف تعليقات الخبراء حتى في منطقتنا العربية وإقلمنا البائس أنه بيبحث عن بارقة أمل هل يمكن أن تكون بارقة الأمل من قازان من هنا؟ نعم من قازان لأن قازان من محاسن الصدف أنها جاءت في مرحلة تسلسل فيها تنامي بريكس أصبحت بريكس حقيقة واقعية أصبحت متنفس اقتصادي لكثير من الدول بعيد عن الاستفاف السياسي بعيد عن الضغوط بعيد عن الأجندات السياسية بعيد أن تكون جزءاً من أزمة من أجل أن تحظى بدعم وجد كثير من الدول لذلك نحن نجد أن في قمة قازان 36 دولة وست من الضمات الدولية تحضر وتشارك في روسيا التي العالم يحاربها العالم الغربي ويجعلها في الزاوية ضيقة فكيف لو إذا أصبحت قمة بريكس السنة القادمة في إحدى دول الأعضاء الرئيسية؟ بريكس حالياً يعني فتحت آفاق اقتصادية أنشأت نوع من التفاؤل لدى أطراف العالم أن هناك متنفس يجتذب كثيراً من الصراعات ويحيدها أعضاء بريكس لحد ذاتهم الأعضاء الستة الرئيسيين هؤلاء إذا صفروا المشاكل فيما بينهم فأنت تتحدث عن 45% من العالم بلا مشاكل الجانب الآخر أن هؤلاء وهذا يهمنا في الشرق الأوسط أن تحالف بريكس حالياً هو يتحرك في الفضاء العربي الإسلامي ديمغرافياً وجغرافياً وموارد واقتصاد وسوق بمعنى كأنما بريكس تخاطب العالم الإسلامي كأنما بريكس تخاطب العالم العربي كأنما بريكس تقول العالم العربي هذه فرصة لهذه الدول أن تتنفس فضاءاً اقتصادياً جديداً بعيداً عن الضغوط المعتادة هل تتوقع دكتور ماجد أن يكون هناك تحركات أو ضغوطات سياسية خلال المرحلة ما بعد قمة قازان يعني هل يكون هناك مخرجات سياسية وليست اقتصادها فقط يعني هناك بعد اقتصادي مفهوم ومعروف حتى تكلمت عنه لكن هل يمكن أن يكون هناك أيضاً نوع من القوة الدفع السياسية لتجمع بريكس في قضايا المنطقة في قوة الدفع متضادة في قوة الدفع من مجموعة بريكس لحل الأزمات هذا جانب وإن كانت أدوات الأزمات ليست في يد متحالف بريكس إذا نتكلم عن الشرق الأوسط نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبريطانيا المناكفة لبريكس صحيح ولكن المؤشرات الأخرى أن بعض الدول الغربية ومن طرف خفي هي تغازل بريكس لأن لديها مجموعة من الأزمات تحدثت مع أحد الزملاء في قناة زميلة أن العام الماضي في جوهانسبرغ فرنسا ماكرون شخصيا حفيت أقدامه حتى يحضر قمة جوهانسبرغ اليوم نتابع في التقارير كثير من الخبراء والذين يمثلون تنك تانك للوعي الفرنسي الأوروبي يتحدثون عن الني بريكس أن القمة بريكس تجتمع فيها عالم من التفاؤل وقمة العشرين وقمة السبع يجتمعون في حالة من الأزمات نحن لا نتمنى الأزمات للآخرين لأنها تنعكس علينا سلبيا نحن نتمنى أن نتحرك في مجموعة بريكس في فضاء مفتوح هم يتحركون في فضاء مفتوح يصبح العالم بين النظامين اقتصاديين ومتوازيين يكملان بعض وليس يتصادمان ولا يتضادان هل بريكس بتهدف إلى ضرب القطبية الواحدة ومحاولة خلق أقطاب جديدة تتحكم وتنظم العالم بدلا من هذه الحالة المتكلسة للنظام العالمي الجديد الذي تحدث عنه الأمين العامي الأمم المتحدة الذي وجوده اليوم في كازان أعتقد أنه فرح حفيظة الكثيرين من الغرب العالم الغربي يريد أن يخلق صورة ذهنية لدى المراقبين بأن بريكس تحدي للنظام الاقتصادي وهي ليست كذلك ليست كذلك هي محاولة تصحيحه أو إصلاحه أو موازين له نعم هو شوف 2006 أول تجمع لبريكس بداياته في 2006 من أجل إصلاح الأمم المتحدة 2009 وضعوا أجندات الأمم المتحدة وجدوا أن الأمم المتحدة عاصية على الإصلاح لذلك قمة 2020 في روسيا صدر البيان تبعها في 97 بند حوالي 17 بند تناول قضية العالم والأمم المتحدة وإصلاح الأمم المتحدة بمناسبة اجتماع قمة 75 سنة على تأسيس المتحدة وانتهاء الحرب العالمية ولكن وجدوا أن القوى الغربية لا تريد تغييد منظومة الأمم المتحدة لأن تخدم مصالحها مباشرة وتجعل العالم الثالث كما يسمونهم أو العالم النامي تابعا لهم ثم أن الموقع الجغرافي الأمم المتحدة في نيويورك يعطل عملية أي إصلاح أو أي تطور داخلي في الأمم المتحدة لذلك العالم في حاجة إلى أمم المتحدة جديدة يعني وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش في كازان الآن وهو الذي تحدث فيه القمة الجميع العام للأمم المتحدة على ضرورة إصلاح النظام العالمي الجديد وإصلاح الأمم المتحدة هل تجد في هذا اتساق مع ما قاله الرجل؟ وهل هذا يؤثر أو يصب في مصلحة بريكس كتجمع واعد ناهض؟ يصب في مصلحة بريكس هذا بكل تأكيد ولكن هل أمين العام والأمم المتحدة يملك أدوات إصلاح المنظمة؟ أطلاقا لا هل واقع المنظمة قابل للإصلاح؟ في رأيي في الصعوبة كثير من الدول نادت فاجتماعات الأمم المتحدة باستمرار ينادون هو لا ينادون فقط بل يقدمون مشاريع وآليات وأدوات لإصلاح الأمم المتحدة الإصلاح ممكن ممكن مهنيا ولكن رسميا للقوة المستفيدة لا تريد هذا الإصلاح برأي الدكتور هل ترى أن بريتين وودز والاتفاقية التي خرج من رحمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظومة المالية هل حررت شهادة وفاتها بالفعل ونحن الآن بصدد تحرير شهادة ميلاد منظومة اقتصادية عالمية جديدة أم أن هذا الطرح في نوع من المبالغة والطموح الكابب لا ليست مبالغة بل هي محاولة يعني الوصول إلى الواقعية يعني بنية المؤسسات المالية التقليدي على فلسفة رأس مالية وكان يعمل لها شيء من التوازن النظام الاشتراكي لذلك كيسينجر صرح تصريح عميق جدا قال نحن تعجلنا في العالم الغاربي على إسقاط الشيوعية فأفسدنا العالم الآن النظام التنموي الذي تقوم عليه بريكس وليس اشتراكي ولكن نظام تنموي اجتماعي ويعدل الكفة لأن الرأس مالية إذا عاشت لوحدها تصبح رأس مالية متوحشة ولذلك العالم يعاني من كثير من التفاصيل الدقيقة للممارسة الرأسمالية منظومة بريكس ستجعل هناك نوعا من الروح الاجتماعية التنموية المجتمعية بعيدا عن النزعات الفردية قاتلة لذلك سنجد أن العالم الغربي أحدا سينحاز يوما بعد يوم إلى تحالف بريكس برأيك هناك من يتحدث عن طموحنا بعالم جديد خالي من الضغوط وخالي من هذه الممارسات الغربية الفجة التي نراها في الروح السياسة والاقتصاد ويقول بأن هناك نزاعات داخلية في تجمع بريكس بين الهند والصين بين مصر والتيوبيا بين دول خليج وإيران هل هذا يعطل أم دافع وحافظ أن ندور الزوايا وننطلق إلى الأمار تحذيرا لقمة قازان كان هناك تفاهمات عالية المستوى بين الهند والصين واستطاعوا أن يتجاوزوا كثير من المشكلات العلاقة التي بينهم بتصور أن بريكس سيكون فضاء للمصالح المشتركة التي تغلب الخلافات نعم المملكة العربية السعودية أو دول خليج أو العالم العربي في حالة خصوم مع إيران بسبب موارسات إيران يعني الخارج حقيقة عن قانون الدولي نعم مصر وإثيوبي لديه مشكلة ومشكلة عالقة ولكن لو نرى بصورة واقعية من الممسك بتفاصيل هذه الأزمات نجد العالم الغربي وليس من مصلحة حل هذه الأزمات العالم الغربي يمسك بأدوات المشكلات ويحركها حسب مصالحها ولا يسعى لحلها وهذا التصريح كذلك تحدث عن كيسينجر سابقا قال وليت المتحدة الأمريكية يعني تمسك بمفاصل الأزمات في العالم وتوجهها ولا تحلها فلذلك نتوقع أن بريكس سيكون فضاء لحل المشاكل لأنها ستتعظم المصالح وتصغر أمامها نقاط الاختلاف الإعلان قزان المنتظر